اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى وفي اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح هنزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة ولكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابة يعني رب ضارة نافعة بيستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بدكو تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بيمشي لشريط لحد ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجو بسمع برجو وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس اه ستة الشهر ستة ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا اه هو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل فيه لغاية فجر يوم الاثنين اه هاي كلها الفترة اللي هي سبت واحد واثنين اه لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل اه الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوكل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوكل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بمشي بمسار امامي بعدين بدو يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة وإلها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايش يلوع بالعاصير يلوع علاقة بالبركين يلوع علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا اشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن اشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما حدا يقولي ايش اللي انت تحكي خلينا نروح على توقعاتنا للأبراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج الجوزاء طبعا اول اشي رح نحكي عنه انه الزهرة اللي موجودة في البيت الثاني عندك وهي يعني بتدل على بيت المال فهي اللي رح تجيب لك شوية فرص ايه رح تكون الفرص هاي لتحسين وضعك المالي يعني ممكن دعم معين ممكن فرصة مالية ممكن من عمل اضافي ممكن مستردات مالية او هبات او مساعدات او هدايا يعني بتنعم بالفترة هاي بنوع من انواع الطاقة الايجابية اللي بتدعم من الامور اللي الها علاقة بالوضع المالي اما بالنسبة للبيت الثالث عندك عطارد وعندك الشمس موجودات بالاسد فعشان هيك ايه هو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات بيخلي عندك سرعة بديهة عالية جدا ونشاط عالي جدا في منك رح يرغب بشراء او اقتناء او اهتمام بامور الها علاقة بالسيارات او بالهواتف او الكمبيوترات بالفترة هاي بشكل كبير في منك رح ينشط بسفر او تنقل ما بين المدن او يعني ترويج لسلعة معينة او الاهتمام بترويج لشيء او لفكرة برضو اللي عنده مقابلة او عنده امتحان رح يبدع بشكل جيد الا هم انه تركزه بشكل جيد وما تعتمده على الحضوض يعني الموضوع بتطلب بعطيك ايجابية ولكن بالمقابل بدك تكون مستعد لاستثمار هاي الايجابيات اللي تكون لمصلحتك اما بالنسبة للجدي اللي هو البيت الثامن لايلك فطبعا موجود عندك المشتري زحل بلوتو بتراجعه ما رح يكون الوضع سلبي كثير فيهم يعني رح يعطيك بعض الايجابيات اللي لها علاقة بالاموال المشتركة عملية تسديد ديون ممكن جدول الديون ممكن ترتيب وضع مالي معين بتساعدك على مستوى القروض على مستوى الاسترداد بعض الاموال اللي لكم انتم دينينها لاشخاص ولكن بنبه من شغلة بسيطة هي مش بسيطة هي كبيرة ولكن انا حبي تبسطها المراي ديروا بالكم من النصابين والمحتالين وديروا بالكم على مقتنياتكم واموالكم من السرقة او الضياء اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هذا بيت السمعة نبتن موجود فيه ما تخابوا من اي شيء بالعكس وضع السمعة عنك والفترة هاي امن شوي بتقدر تدافع عن سمعتك بتعزز الثقة بنفسك اهميش انك ما تخالف القوانين وما تدخل باعمال مشبوهة عشان تظلك محافظ على هاي الامور وبرضو بيدعمك على مستوى عمل جديد او تواصل مع بعض الاشخاص المهمين اللي ممكن يساعدوك في بعض المسائل ممكن تسمع مديح او اطراء او تكريم بالفترة هاي وممكن يقصير فيه تعامل ايجابي يدعم من علاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل او تكريم لترفيعك لمنصب او ممكن يعني مكافأة معينة اما بالنسبة لبيتك 11 طبعا المريخ موجود في بيتك 11 هو شوي بيأثر عليك يعني شوي بيضغط على علاقاتك واصدقائك وخيبات الامل والامور هاي ولكن برضو بعطيك الجراءة للاندفاع والانطلاق مع اصدقائك او للتواصل معهم او للاحتفال معهم او للخروج معهم في رحلة منظمة او شغلة زي هيك الى اهم ان قلوا ما تستغلوا هاي للنقاط السلبية وبرضو تحافظوا على سمعتكم ما في داعي للتهور ولا للمغامرات الغير مدروسة اما بالنسبة لأورانوس الموجود في بيتك 12 بيت المتاعب فهو بيحدث مفاجآت المفاجآت هاي عادة بتكون هي ايجابية يا سلبية وبما انه في بيت المتاعب يعني الامر بتعلق في امور الها علاقة يا بالصحة يا اما بالعمل فعشان هيك بدك تهتم بصحتك وتهتم بعملك حاول انك ما تراكم الاعمال عندك حاول تخلي علاقتك مع زملائك ورؤساك بالعمل جيدة ممكن تجيب لك فرصة لعمل جديد وبرضو ممكن انها تخليك تهتم شوي بالصحة او لتدهور وضع صحي او اضطراب صحي يعني يكون بحاجة للرعاية طبعا الوضع هذا بيكون اليك او لا احد الاحبة اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من صباح يوم الاربعاء اللي هو امس انتقل القمر وصار موجود بالحوت ورح يستمر فيه حتى ظهر يوم الجمعة فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل برضو بتساعدك في امور الها علاقة بالاتصالات او بالحوارات او بامور الها علاقة بتدعيم وضع معين الو علاقة بالمسؤولين ممكن يلقى على عدقك مسؤولية صعبة وتعيش تجربة مهمة ويتقرر بعدها مصير مسألة ما بدك تكون منتبه لك كل شيء وما تترك الطيش او السهو يتسببوا باخطاء لا تغتفر من ظهر يوم الجمعة وحتى فجر يوم الاثنين القمر رح يكون موجود بالحمل فعشانك بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة بتعبر عن انراءك بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك احاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون مع الزملاء من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الثور بيت متعبك حتى عصر يوم الاربعاء هاي الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم اهمش انك ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان اهمش انك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الافكار بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة من عصر يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالجوزاء عندكم حتى منتصف ليل الجمعة على السبت بتصير انتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات كون جدي وموضوعي في تنظيم الامور حدد ادافك واولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع او موقعك او انجاز الكثير من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود في السرطان بتصير الفرصة مناسبة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هدية اهمش انك تخففه من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على تسوية اللي انت بتحلم فيها تفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء اهمش انك تبرر عن مواقفك وتوضح اي سوء تفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء